صحية طيبة، في الثمانينات سيتم اكتشاف الهاتف النقال وفي 1987 سيتدخل أول هاتف النقال للمغرب هذا الهاتف النقال الذي كان عبارة على واحد الآلة الهاتف وكان معه واحد حقيبة هي التي تشد ريزه تقريباً وزنه كان 1-5 كيلو جرام وكانت القيمة لهذا الهاتف النقال لما دخل المغرب كانت في حدود 5-6 مليون سنتيم وهذا الهاتف كان فقط عند الملك وعند الوزراء وعند علية القوم الرجال للأعمال وكيف قلنا فكان يشد ريزه فقط بين محور الدار بيضاء والرباط يعني البلايس اللي كانوا فيهم القصور الملكية ذات مرة الحسن الثاني بغير يدوز مكالمة الدريس البصري كي هزا ذاك الهاتف نقال ليلو كيدوز المكالمة فإذا به كيجاوبوه مواطنين آخرين الحسن الثاني غي قطعوا ما غير فهموا له ويقولهم جيبوا لي أداب الوزير المكلف على هذا القطاع هذه الساعة كان محند العنصر هو وزير البريد والالتصالات سيأتي على عجل إلى القصر الملكي في الرباط سيقول لي الحسن الثاني أشهد تخرب أنا معيط لدريس البصري كي يجاوبوني مواطنين عاديا فمحند العنصر سيقول لها السيدارة كان واحد من المشكل في إحدى الكابلات في الصخيرات ونحل المشكل وجابوا لي مجموعة من الهواتف النقال الأخرى اللي يضعه في القصر الملكي دي بانيباب بالماء تحل المشكل فالحسن الثاني بسبب هذا الأمر سيسترق قرار بأنه قطاع الالتصالات لا سيبقى تابع للوزارة دي البارد والالتصالات وقالوا اليوم بأنكم خاصتكم تديروا له مكتب خاص به ومن ثم بدأت حكاية مكتب الالتصالات في المغرب